السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبكم من جديد في حلقة جديدة مانشستر يونايتد بيتفوق على متصدر الدوري الإنجليزي بثلاثية مقابل هدف في قمة هذه الجولة أرسنل باحث عن أنه يبتعد أكتر بعد تعثر ناديي ليفربول وكمان مانشستر سيتي فبالتالي جولة كانت مهمة مباراة كانت مهمة حتى ولو كانت في الأولترا فولد فنادي أرسنل بيفتش عن أنه لابد من أنه يكسب هذه المباراة لأنها بتعني له الكثير هل مانشستر يونايتد اختبار حقيقي وهل مانشستر يونايتد بالنسبة له أرسنل هدف مهم وحاول بقدر الإمكان يتحسن هل إيريك تنهاج في الموسم ده في بداية الموسم عايز يعرض أفكار مستقبلية في بلاية مشروع ولا الأهم بالنسبة له أنه يكسب مباريات على مستوى الدوري الإنجليزي بأبسط الأفكار عشان يتقدم في سلم الترتيب وكمان يكسب أكبر عدد من النقاط الحاجات دي حنتكلم عنها في هذه الحل المباراة دي مؤكدين لو كانت في الموسم الفاتح أن الناس ممكن ما تعايلها بنفس الشغف والاهتمام بتاع الموسم ده لأنه في الموسم ده عندنا المتصدر أرسنل وكمان بفارق وافر من النقاط عن حتى مانشستر سيتي وكمان ليفر بول ومانشستر يونايتد والتعديل الكبير على مستوى الفريق الاستقدامات وحتى اللعيب الجدد اللي بيخشوا على طول في الأول مباراة زي أنتوني وكمان المشاكل بتاعت كريستال رونالدو المدرب الجديد الأفكار اللي ممكن تقوم متزاحمة باب بداية مشروع وكمان محتاجين برضو الفريق يزاحم أنه يكون في التوب فور كأقلة ممكن مركز ممكن يحققه في البريمر ليك في هذا الموسم عشان كده المباراة كانت مهمة جدا جدا وكمان نتائج مانشستر يونايتد في المباراة الفاتتو فوز اللي هو نادي أرسنل في كل المواجهات اللي كانت قبل كده وكان هو متصدرا للدور الإنجليزي ومؤكد ما زال متصدر للدور الإنجليزي بفارق نقطة عن مانشستر سيتي فبالتالي المباراة جات هنا من اللي هي أهميتها جات من هذا المنطلق فبالتالي مايكل أرتيت عارف تماما أنه مباراة الأورترافوت ستكون بالنسبة ليه مهمة لدرجة بعيدة والثلاثة نقاط مهمة بالنسبة ليه وبالشكل كبير وده ما معنا أننا نحن نتكلم عن أنه حتى ولو فاز مانشستر يونايتد أنه أرسنل كان سيئ في مباراة اليوم بالعكس أرسنل كان المتحكم كان عنده الأفضلية على مستوى الاستحواز كان عنده تفاصيل كثيرة جدا لكن لما نجي نعاين لأهم حاجة في المباراة مش حتى نتيجة المحاولات الجادة على المرمو بتكلم أنه مانشستر يونايتد هو كان عنده الأفضلية فهنا أنا بتكلم بشكل واضح عن أنه المدرب إيريك تينهاك في مانشستر يونايتد بيحاول بقدر الإمكان في بدايته مع مانشستر أنه مع جمهور الأورترافوت بالذات في مبارياته اللي هو داخل أرضه بيحاول بقدر الإمكان يكسب المباريات أكتر من أنه ينزل أفكاره اللي هي عرض الأفكار بشكل تان في الملعب فأنا ممكن أعرض أفكاري وحدة وحدة أثبت اللاعبين وحدة وحدة لكن لو بخسر المباريات وحدة تلو الآخر مؤكد أنه أصلاً ما حكم الفريق وأنا همشي على طول فبالتالي دي واحدة من الحاجات المهمة اللي يدرجة بعيدة أنه إيريك تينهاك حالياً بيحاول يكسب مباريات الدوري ويكسب أكبر عدد من المباريات عشان في الإمكان اللي يقدام يكون عنده راحة أكتر في أن الفريق يكتسب ثقة أكبر يتقدم في سلم الترتيب أكتر ويزاحم أكتر في الطوب فور بعد ذلك بيكون عنده راحة تامة أنه يقدر شوية شوية ينزل أفكاره وتكون حتى بنسبة له خطه وبداية مشروع يكون كبير جداً لعودة مانشستر يونايتد من بعيد زي ما شفنا اليوم مانشستر بيكله ثلاثة بالرغم من استحواز والتحكم اللي كان موجود عن أرسنل اللي ينفوز بالمباراة وأعتقد أنه بيكله ثلاثة بإمكانيات عالية جداً من اللاعبين حتى خضي فاع مانشستر بالرغم من يمكن اللي هو الإحصايات ما جابتهم أنهم كأفضل اللاعبين اللي ينه مقدم برضو جيب كان كويس جداً 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 الأهم من ده كمان بنتكلم عن خطوة وسط مانشستر يونايتد مكتوميناي وإريكسن وكمان حتى برونو فرنانديش وكمان بنتكلم عن برونو وحتى إريكسن والمستويات العالية جداً اللي قدموه في مباراة اليوم لكن مكتوميناي بالرغم من أنه أجلى إليه أجلى لأنه أدى منح لإريكسن أنه يتقدم أكتر ويديه المساحة أنه يتقدم لأنه موجود عامل بلوك كويس جداً لدفاعات مانشستر يونايتد في مباراة هذا اليوم بعد ذلك شفنا الاستقدام الجديد بالنسبة لمانشستر أنتوني وكمان حتى التفوق الكبير جداً بالنسبة لراشفورد للمباراة الثانية على التوالي بقدم نفسه بشكل طيب جداً ومباراة اليوم بيسجل فيها هدفين وبيصنع الهدف الثالث بيتوج نفسه عريس لهذه الأمسية وكمان حتى سانش اللي هو أضعف واحد موجود على مستوى خط الهجوم على مستوى المساهمة في مباراة هذا اليوم لكن ما بننسى برضو برونو فرنانديش في مباراة هذا اليوم والمستويات الطيبة جداً لقدمها أنا بالنسبة لي لما يكون عندك واحد زي برونو في مانشستر وكمان حتى أوديغارد فيه اللي هو أرسنال أعتقد أنه لعبين اتنين تقال لدرجة بعيدة أزكية لدرجة بعيدة بعرف يمره مانشستر كان الطرف الأكثر إصرار أنه يفوز بهذه المباراة كان مصر أنه يفوز بالمباراة ودي كانت واضحة في أفكار إيريك تينهاك في أن الكورة تصل للمهاجم أسرع وكمان حتى الاستفادة من الضغط والاستحواز وحتى اللي هو المساحة الكبير جداً اللي بتكون بالآخر مدافع وحرص مرمى النادي أرسنال فبالتالي المساحات دي ممكن تستفيد منها بواحد زي راشفورد وزكى برونو فرنانديش وكمان حتى حركة راشفورد مع برونو فرنانديش فبالتالي دائماً ممكن تكون أنت كلاعب وسط في الرقم 10 تحت المهاجم تكون زكي لدرجة بعيدة لكن ما في مهاجم يساعدك في أن يتحرك في المساحة الفاضية عشان يديك أو يتحرك في المكان القوي بالنسبة ليه والمكان اللي يلقى فيه وقوته فراشفورد هو من أسرع اللاعبين الموجودين في العالم حالياً فبالتالي برونو استخدم زكاو العالي جداً في أنه يدي برونو أو يدي اللي هو راشفورد في المساحة الفاضية واستفاد منها بشكل كبير وقدر تسجل منها هذا الهدف وكمان حتى متابعته مع الانطلاق اللي كانت ليه ركسين وبعد ذلك شفنا عرضية اللي كانت مميزة لدرجة بعيدة وسجل منها راشفورد الهدف وحتى برونو مع راشفورد وتمريرات راشفورد لأنطوري اللي سجل منها الهدف الأول فبالتالي ثلاثة هدف كانت مميزة لدرجة بعيدة فبالتالي أهمية برونو فرنانديش كانت مهمة جداً 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 في هدفين كانوا حسمين جدا جدا في افتتاح التزجيل وكمان حتى في الهدف الثاني بعد تعادل أرسنل من ساكا في هذه المواجهة وكمان تفوق اللاعب أوديغارد في مركزه المهم جدا جدا فبتكلم عن اتنين أزكياء لدرجة بعيدة جدا جدا فالتنين مستفيد منهم سواء كان أرسنل أوديغارد أو حتى مانشستر يونايتد برونو فرنانديش في مباراة كانت مهمة جدا بالنسبة للطرفين لكن مانشستر كان الأكثر إصرارا وكمان حتى أرسنل كان الأكثر استحوازا والأكثر تحكما في هذه المباراة فقمة كانت فعلا تليق بقمة الدوري الإنجليزي لكن في النهاية شفنا أن أرسنل في مباراة هذا اليوم أنا واحد من الناس انتظرت أن أشوف شخصية أرسنل ممكن يفرضها على كل فرق الدوري الإنجليزي لأن كنت اليوم يتواجه أول واحد من فرق الطوب سيكس حتى ولو فست في خمسة مواجهات قبل قدر فإنت اليوم محتاج تثبيت لكل جمهورك أنك أنت الثقة الإنت بتفتش لها بتكتسبها من المباراة اللي بتكون بالمستوى العالدة فأعتقد أنه نارسنل عنده اليوم هزة حتكون كبير جدا جدا على مستوى الثقة في أنه هل حيواصل بنفس المردود اللي بيكون عالمي في المواجهات المقبلة وكيف حيواجه التوب سيكس وكمان غير كده احنا عارفين حتى أندي تدور الإنجليزي الثانية صعب جدا أنك تتواجهها وصعب جدا أنك تكسب منها النقاط وبالتالي الهزة اللي حصلت اليوم حتطمع فيك الكثير وممكن جدا أن نشوف نتائج تكون سلبية بالنسبة لأرسنل في الفترة القادمة ونحن هنا محتاجين نشوف ردة فعل أرتيتا وجهازه الفني وكمان حتى اللاعبين في أنه كيف يتعاملوا مع خسارة من مانشستر بيسولاتية مقابل هدف أعتقد أنه في الكثير من الناس اتوقعوها وفي ناس كثيرة حاسة أنه ده الاختبار الحقيقي بالنسبة لأرسنل في أنه مايكل أرتيت يعرض نفسه ويعرض كمان حتى أفكاره الممكن تكون شبهينا مفروض تكون تجارية في المباراة زي المباريات العالية مش أطبق نفس الأفكار الموجودة لأنه جودة اللاعبين ممكن ما تكون بالمستوى الأفضل بلأتكلم عن غياب توماس بارت اللي كان مهم جدا في خط الوسط وغرانيت شاكا اللي ممكن استهلك بشكل كبير ولا مباراة حتى ولو قدم مردود كان طيب مع تقدم المباراة اللي ممكن يضيف فيها في لاعب ممكن يعمل لك الشغل كويس جدا ويكون موجود على مستوى الدائرة ويلعب بشكل طيب لكن في لاعب بعد ما يلعب بشكل طيب يقدم الامتياز في أنه يمشي لقدام ويضيف شخصيته في كل شيء خاص في وسط الملعب فبالتالي الدور ده ما شفناه عشان كده كان في تفوق بالنسبة للعيبة مانشيسر يوناتل على مستوى خط الوسط سوى كان مكتو منه أو حتى ركسين أو حتى برونو فرنانديش في هذه المباراة عشان كده خط الوسط كان مهم بالنسبة لما شستر ولكنه استفاد منه بشكل كبير وكان خصما على أرسنيل في هذه المباراة المهمة لدرجة بعيدة مبروك لكل جمهور نادي مانشيستر يوناتيد والتفوق الكبير جدا وعودت مانشيستر أتوقع أنه بعد هذه المباراة نشوف مانشيستر أكثر استقرارا وكمان حتى أكثر قربا من أنه يكون من الفرق الموجودة على مستوى الطب والأهم من ذلك كمان لو ثبت أنه المدرب إيرك تينهانك ثبت على هذه التشكيلة ويحاول بقدر الإمكان يجود منها هنشوف مانشيستر بوضعية مختلفة فتماما زي ما قلت لكم الأفكار هتبدأ تنزل واحدة وحدة وأرسل المحتاج أنه يعيد النظرة في أنه كيف هيقدر يتسب السقة في المباراة المهمة على مستوى الطوب سيكس في الدور الإنجليزي ويقدر كمان حتى يتعافى بعد كل خسارة يقدر يرجع لأنه البطل من الصعب أنه يخسر مباراة وينهار مباشرة أنت محتاج في مباراة بالمستوى العالدة والجماهيرية دي والعشة من اللي كان موجود من جمهورك أنك تتستعيد نفسك في أسرع زمن للجولة القادمة عشان تي تكسب مباراتك الموجودة فيها هنشوف شنو اللي بيحصل في قادمة الجولات ما بين تفوق بالنسبة لمانشيستر يوناتد في مواجهتين مع الطوب سيكس وكسبوهم الاتنين ونشوف كمان على مستوى اللي هو نادي أرسنل وأول خسارة له في الدورة الإنجليزية كيف حيتعمل معه مايكل أرتي تبقى أشكركم دايماً على حسن المتابعة وإن شاء الله دايماً تأمين والأمين شكراً لكم